تفتكر أعطف الخبر بتاع خناقة اللعيبة حافظ أبيع فينزل يكون نزل في جورنال آه هينزل للادي طب ما احنا للادي اهو؟ لا يا رادي انت مش فاهم الجرائب بتاعت الصبح بتنزل بالليل والجرائب بالليل بتنزل الصبح يعني الخبر هيتنشر في جورنال للادي اللي هيتنشر بكرة الصبح في جورنال السحمة تفاهم حاجة؟ يعني بعد كل اللي انت قلته ده هينزل ولا مش هينزل؟ يا رادي انت ما لست شريح انت غبي يا فرخ يا رادي ازاك عم عاطف؟ ايه يا عم ده وقتنا عليك يا اخي الله انت مش واخد بالك مني ولا ايه؟ لا طبعا واخد بالي حضرتك الصحفي بتاع الكورة، الصور بتاع الطهارة الحربية بتاع الطهارة الحربية بقلنا بقى ساعتين بنلف عليك انا والاستاذ مراد ده مسؤول الصفحة ريادية في الجورنال اه اه اهلا وصايا انت حيبوا تدور البسبوسة؟ ما يضرش برضو زلنا التلاتة كيلو بسبوسة والتلاتة كيلو كنافة حناية وصايا الا اقول لي يا اخي عاطف انت كمعات كاميرا النهاردة في التنمين صح؟ صح ودخلت بيها قوة دل لبس ساعة الخناءة مظبوط مظبوط وصورت الخناءة انت عايزين ايه بالزبط ما تيجو دغري احنا عايزين الفيلم اللي صورت في الخناءة اه لا الموضوع ده مش في ايدي مش انت اللي صورت اه بس الكاميرا مش بتاعتي والنجاتيف كمان مش بتاعي الموضوع في ايدي الرجل الطيب الغلبان المحترم اللي وقف قدامكو ده حضرتك اهلا وسهلا اه اه حضراتي الله يخليك ازاك عمنا بص يا سيدي احنا هنديك تمن الفيلم لا باش معندس انت فنتيني غالط لا المسألة مش مسألة فلوس احنا بس عايزين نفهم ايه العبارة انتو داخلين كده مالهوفين على الخناءة دي ليه؟ الخناءة دي بسبب البنات اتنين من نجوم الفريق بتخنقوا مع بعض عشان البنات وانتو بقى عايزين تعملوا شغل شغلنا كده بقى هنعمل ايه؟ هات الفيلم معلاش يا باش مهندس وش هينفع بس الفيلم دوت ليا فيه صورة مع كابتن مصر الكابتن جمال ولا يمكن افرد فيها صورتك مع الكابتن جمال انا احمدها لك واتبعها لك خمسة متر في خمسة متر انت والكابتن جمال طيب ونزوموا ايه الفضايا اتنين لعيبة بيتخنقوا على بيت الله عليه مسطار شوفي اخي عاطف انا اعرف اعمل بسبوسة وناش عرفها اكيد ما اعرفش يبقى انت كمان متعرفش في الصحافة يبقى كله واحد يخليه في شغله احسن طب حضرتك ممكن تتعلم تعمل بسبوسة؟ ممكن طيب انا كمان ممكن هتعلم ما بقى صحفي صدق شفت؟ يا جماعة يا جماعة بص ايديكم احنا عايزين الفيلم تمسك عطفة بص يا باش مهندسين انا بتكلم عربي الفيلم ده يخصين انا يعني انا البني ادم الوحيد الذي يملك التصرف فيه يوب الكلام معايا بالصالع النبي الفيلم ده في حاجة كل جمهور مصر عايز يشوفها خلاص خلاص مية جنيه يا عم بيقول امسك عشان ترعت من الصوت كمل بيقولك كل جمهور مصر عايز يشوفها خلاص مية وخمسين جنيه عشان نلحق الطابعة التانية عصورة الواحدة مية وخمسين جنيه مية وخمسين جنيه عالصورة الواحدة والستوديوهات بتاعت التصوير مليانة البلد وفتحة لحد نص الليل يعني النص صعب الزبط وهتلاقوا الصور كلها معاكم وتختاروا منها اللي انتو عايزين دا لو انتو عايزين الكلام اللي يحب لي هو ايه دا اللي مية وخمسين جنيه في الصورة دا لو السيد وعيس الجمهورية بذات نفسه هو اللي كانت ضغب في الملعب الصور ما كانتش هتبقى بالتمن دا ايه دا حضرتك قد الكلام اللي انت بتقوله دا لا طبعا خلاص مية جنيه وانا ما قلتش حاجة مشي انت قلت عايز كم كيلو؟ تلاتة؟ لا 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 يا خلاص بقى لا ما خلاص اللي بيطلع من الصج ما بيرجعش تاني ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الخبر هناك القروية أسبابها القرامية غير الخبر موسيقى اللهم صلى عن نبي والنابي أنت ابن حلال يا سي أحمد ابن حلال مرتين مرة عشان شرت علينا الشراء المدورة دي ومرة عشان خلصت التوفيبنا عند ربنا ست مواطف ياريت كل الشبان زيك كده يا سي أحمد الحمد لله الشيس من يد من عدم الشيسي الأستاذ متشكر اتأسف رساء أحمد هتغريه هو أنا عملت إيه غلط ياابا؟ هو في حد بيعمل حاجة لحد من غير ما يبعايز حاجة أصد منها؟ تاني تاني يا مأصوفة الرقبة بعد إذنك يا عم ربيع ممكن أتكلم معاك المتين عشان تفهم الموضوع؟ اتكلم يا ابني ما هي زي أختك أنا مز علام منك على فكرة جايز كلامك يكون صح بس مش مع كل الناس بس هو أنت عادة في البيت على طول يعني ما بتعملش مشاوير كويس أنك اعترفت مش هيبي أني اعترف طب كنت توضح أه ديني إيشور؟ أقوم بلا أنا بعملي دلوقتي بس لسه بادري هو وبعدين خايفة مني؟ لأ عليك أخوي عاطف اسأل عنه قبله وبعدين بقدر ظروفك وأحوالك ستكونتي ليه يا أختي؟ ما تسمونا بطوله إيه؟ وأنتي فاز نسمعي كل حاجة؟ كان بيعزيني على السيمة مستريحة؟ السيمة؟ المقر ممكن يكون جاهز وفروش خلال أسبوع أو عشر تيام بالكتير المحندس اللي قدمت ساعدتك عنه عمل معه مشوه العالي قوي أنا شايفك مبسوط قوي من الولد ده فعلا يا فندم عملتوله اختبارات كتير والنتائج كلها كانت إجابية يعني ممكن يكون محل ثقة؟ أكيد يا فندم على أساس إيه الثقة الكبيرة اللي عندك دي؟ الفلوس اللي كسبها هو أبوه الله يرحمه بقى تخلي كلبه وافي بيحروز صاحبه ويسمع كدامه متأكد؟ التجربة؟ هي اللي أكدت؟ قلتوله أبوكي هاجر برا البلد نفس على دول لكن ردت ربنا كانت تعصرها بقى فيه طرق أكتر من كده ده غير من زاكي وطموح وما يدارش يخن لأنه عارف إنه أقدر قطع رقابته في لحظة وبعدين ولد أبوكي بيوفر تمن باكن مع السل عشان يعلمه لازم يرضى بالنعم اللي هو فيها وخصوصا هتكون من وسع هتكون من ملايين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر